اغلاق ملف التحقيق باستشهاد موسى حسوني في احداث هبة الكرامة في شهر ايار من هذا العام اثر حالة غضب شعبي في مدينة اللد وللاجتماع الشعبي الذي عقد امس الجمعة حضر مئات المواطنين الغاضبين كما حضرت قيادات عربية قضية اغلاق ملف شهيد موسى حسوني واطلاق صراح القاتل وعادة السلاح له تعني ان دم العربي اصبح مباحا مش بس ان الشرطة تقتل والجيش يقتل انما اي واحد مواطن يهودي متطرف يملك سلاحا يقول ان عنده تهديد وما الى ذلك يستطيع ان يقتل هذا امر عمليا في يهدر دم لشعب كامل ومجتمع كامل والد الشهيد موسى يجلس هنا ومطلبه واحد قاتل ابنه المعروفة هويته يجب ان يحاسب في كل ملافق تبع الشهيد تسكر عن طريق النيابة تسكروه وهذه باته جامده بسرعة جامده فهنا بلاقي طريق بين يهود وبين العرب واليهود اذا بدهم يحبسوا ادري حبسوا بس اليهود بش معنيين وانا بقول حسبي يا الله انا ما الوكيل وكالت امري الى الله لم تبلغ العائلة منذ استشهاد ابنها كيف سارت التحقيقات ولكنها بلغت منذ اسبوع فقط باغلاق الملف جريمة اخرى تقعص الشرطة فيها يعبث في كشف الحقائق ولكني اتساءل هل معقول ان الشرطة التي تغلق ملف قتل الشهيد موسى حسوني ممكن ان تحل مشكلة الجريمة داخل المجتمع العربي اذا التعامل مع الانسان العربي كانسان غير مرئي ممكن قتله والاستمرار بالحياة كأن شيئا لم يكن فكيف يمكن ان يصدق هذه الحكومة بكل القضايا وجزء منها الحديث عن مكافعة العنف والجريمة يثبت تصرف الشرطة بان عملها في المجتمع العربي هو سياسي في الدرجة الاولى وبانها قد تتحاول لفيلق جيش اخر ضد من تعتبرهم اعداء داخليين اشتركوا في القناة